الله صلى الله عليه وسلم هذا المجلس وهذا الحفل السنوي الرابع لكي نرى ونستمع إلى مصيبة الزهراء في هذه الرواية الثالثة طبعا يشاركنا في هذا المهرجان نخبة مبدعاء من مبدعي العراق فأهلا وسهلا بهم من جميع المحافظات وأيضا باسم الهيئة نرحب بالضيوف الكرام في هذا المحفل وهذا المهرجان خير ما نبتدئ به حفلنا هذا آي من الذكر الحكيم يتلوه على مسامعكم الحاج وشيخ القراء عادة ما نستمع إلى صوته الشجي القرآني المبارك من على مئذنة الإمام الحسين والإمام العباس الحاج مصطفى الصراف نستقبله ببركة الصلاة على محمد وآلي محمد الله صلى الله عليه وآله وسلم إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا فإنهما ليفترقا حتى يرد علي الحوم وقال الإمام أمير المؤمنين علي بن بي طالب عليه السلام إذا أقبلت عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار نعوذ بالله من النار وقال الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام القرآن أهد الله إلى خلقه فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم خمسين آية وقالت السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ومقية استخلفها عليكم كتاب الله الناطق أهل البيت والقرآن الصادق وقال الإمام الباكر عليه السلام إنما شيعة علي كثيرة صلاتهم كثيرة تلاوتهم للقرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم في المنافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم لكم فيها منافع لكم فيها منافع إلى أجل مسمى لكم فيها منافع إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله ليذكروا اسم الله على ما يرزقهم من بهيمة الأنغام لا إلهكم إله واحد فلو أسلموا وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بالمقيم الصلاة ومما رزقنا للسطوات والمقيم الصلاة ومما رزقنا فأذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فاكلوا منها وأطعموا القانع والموتر كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك أول أبتر صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآل محمد الله صل على محمد وآل محمد أحسن طيب الله أنفاسك في مثل هكذا شعائر إن شاء الله ننشر مظلومية الزهراء ونأخذ بحقها كما أخذت هيئة خدام المهدي على عاتقها هكذا مهرجانات لنشر التشيع ولإظهار مظلومية الزهراء وبفضل خدام الحسين والعديد من الشعراء الذين لا تأخذهم لوم تلائم أن يذكروا من ظلم الزهراء فعلى بركة الزهراء الصلاة على محمد وآل محمد نعم عندما تنكسر الوردة قد تفقد شيئا من نظرتها ولكنها تحتفظ بعطرها نعم هكذا هي الزهراء في إنحنائها وقوف وفي إنكسارها كبرياء ومظلوميتها انتصار في وصفها حيرة ينحن الشعر لمصيبتها ويتلعثم القلم لوصفها وعلى المنصات مراعاة التشبيه قد تكون آلات الشعر أشبه بآلات الاختيار للزهرة أشبه بآلات الاختيار للزهرة قصيدة كتبت مو بقلام للزهرة قصيدة كتبت مو بقلام من نوصل اسمها الدمع يرسمها لأن لأل القلم رأس ويشبه البسمار خفت من القلم لا خافي لجمع الله مصد على محمد وآلي محمد وعجب ورجوه والعالم أحسنتم أحبتي بعد هذه الدباجة المتواضعة ستكون أولى في قراتنا الشعرية مع شاعر عذب القوافي وإحساسه بالإلقاء جميل نستمع إلى الشعر القريض مع الشاعر من كربلاء الشاعر منتظر حبيب نستقبله ببركة الصلاة على محمد وآلي محمد الله صل على محمد وآلي محمد وعجب ورجوه والعالم معدار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلى على محمد وآلي محمد وعجب ورجوه والعالم وعجل اللهم يفرج مهدي آل محمد واجعلنا من خلص أنصاره وأصحابه والذابين بين يديه وحشرنا في زمرته واجعلنا من عدته ولا تفرق اللهم بين وبين طاعته طرفة عين أبدا ولعم اللهم أعداءه وأعداء أمه الزهراء لا سيما أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفص وطلح والزبير وسائر أعداء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله ومن تأثى مع اللعنهم بسم الله الرحمن الرحيم بالدمع فاضت أعين الأبرار بالدمع فاضت أعين الأبرار بالجذل قرت أعين الفجار والقلب من هول الرزايا والهم كالطير إن حلت به الأخطار بالدمع فاضت أعين الأبرار بالجذل قرت أعين الفجار والقلب من هول الرزايا والهم كالطير إن حلت به الأخطار أسائل من بالوهم لمع اسمهم أسائل من بالوهم لمع اسمهم أو بالهوى قد ناصر الأشرار قل لي بدينك ارتضيت بفعلهم أم إنه حقد عمل أبصاري قل لي بدينك ارتضيت بفعلهم أم إنه حقد عمل أبصاري فلناظر المرء القلوب مصاحفه فلناظر المرء القلوب مصاحفه وبها تحس مشاهد الأنظار أو تنظر طهر البتول برزئها ولها ترق مدامع الأحجار الله يا من عليها الباب قد طبقت والقوم في طرش عنها وإعواري هل جاز للأعراب بعد نبيهم أن يهتكوا الحرمات كالفجاري هل جاز للأصحاب بعد نبيهم أن يهتكوا الحرمات كالفجاري فسل الذين عن البتول تكتفوا وسل الذين أتوا لها بالنار الكل مسائل يوم الحشر من تكتف عن نصرة الزهراء ومن نصر عدوها عليها فسل الذين عن البتول تكتفوا وسل الذين أتوا لها بالنار أو يحرق الخمار باب محمد وبخلفه الزهراء دون خمار فسل الذين عن البتول تكتفوا وسل الذين أتوا لها بالنار أو يحرق الخمار باب محمد وبخلفه الزهراء دون خمار أو تكسر الأضلاع تلك وقد حوت مستودع للأمر والأسرار أو تهضم الزهراء بأي ذريعة أجعلتم الأبرار كالفجار لله أي مصيبة كانت بها بنت الأطاي ببؤرة الأخيار لله أي مصيبة كانت بها بنت الأطاي ببؤرة الأخيار قد جرأوا ذاك اللئيم بصمتهم قد جرأوا ذاك اللئيم بصمتهم فالدار تحرق دونهم بجهار أعداء آل البيت ماثوا بالرداء بالآل ماثت أنجم الأسحار فهم الدقاق للمعاصي يهرعوا كأريم صيف يخل من أمطار لكن لو بالسيف كانوا يتقوا سرعان ما غاروا إلى الأوكار أعداء آل البيت ماثوا بالرداء بالآل ماثت أنجم الأسحار فهم الدقاق للمعاصي يهرعوا كأريم صيف يخل من أمطار لكن لو بالسيف كانوا يتقوا سرعان ما غاروا إلى الأوكار أهواه حقاً هجوهم ولطالما أعلنت لا خوفاً بهم أفكاري أهواه حقاً هجوهم ولطالما أعلنت لا خوفاً بهم أفكاري فهج الذي عاداك في نهج البراء فهج الذي عاداك في نهج البراء يا ابن الذين بدينهم تجاري فهج الذي عاداك في نهج البراء يا ابن الذين بدينهم تجاري بكري أم بتري أنتم ضللوا فهج الذي عاداك في نهج البراء يا ابن الذين بدينهم تجاري بكري أم بتري أنتم ضللوا فالكل عار أوسموا بالعار فلحيهم نرجو الفناء بعاجل ولهالك منهم عذاب النار قد أجهدوا دهر دهر به أمسى اللئيم مبجلا دهر به أمسى اللئيم مبجلا واللؤم أمسى سيد الأطوار دهر به أمسى اللئيم مبجلا واللؤم أمسى سيد الأطوار فسد الزمان والطغام تسيدت والرفض ثوب قد بالأظفار وأرى كرامي كالسجين مصفد والبغي كانت تهمة الأطوار فسد الزمان والطغام تسيدت والدين ثوب قد بالأظفار فسد الزمان والطغام تسيدت والدين ثوب قد بالأظفار وأرى كرامي كالسجين مصفد والبغي كانت تهمة الأطهار والأمر هذا أجهدوه تقية والأمر هذا أجهدوه تقية مغلوطة ضاعت بها الأمصار أحيوا بها أمرا ولم يحيوا بها كالجحش لما سار بالأسفار أحيوا بها أمرا ولم يحيوا بها كالجحش لما سار بالأسفار عذرا إمامي سيدي يا علتي في الخلق أنا تشهر البتار فارجع إلينا لا أريت مداهنة بالثأر نادت زمر الأبرار واضرب بكف بالوجود يفتدى من الأكف لطاعة الجبار وانهض بأمر الله دمت مؤيدا بالروح واسلل سيفك الفقار بالروح واسلل سيفك الفقار صلوا على محمد وآلي محمد لا بأس بأن نختتم بأبيات رائعة تجمع بين الزهراء وعزيزها الحسين عليهما السلام للموفق الأستاذ محمد الإحرزي حيث يقول وعنك الماء إذ منعوه حقدا وعنك الماء إذ منعوه حقدا قبيلك نوحها منعوه فسقا ودفن الطهر سرا يا ابن طاها دعاك على الثرى في الجهر ملقا ودفن الطهر سرا يا ابن طاها دعاك على الثرى في الجهر ملقا لذلك قبرها أبدى غروبا وقبرك لم يزل في الأفق شرقا صلوا على محمد وآلي محمد الله صل على محمد وآلي محمد أحسن تبارك الله بيك منتظر حبيب على هذه الكلمات الرائعة طبعا راح أوجه عتب إلى الباب حرامات حرامات الربا يمقلب بيب اسمار كسر الظلع بسمش تبقى وصمة عار فزعت الباب خيبر بيك رسي يهود ومنحيدر علب الظلع خففار اش كثر دقات طاها ما نظفتش بيك شف طاها الملح ما غزر المختار عمر من دافعش بيريح مال أسلام روحش ما تكش مو تفى بيها حجار اش كثر دقات طاها ما نظفتش بيك شف طاها الملح ما غزر المختار عمر من دافعش بيريح مال أسلام روحش ما تكش مو تفى بيها حجار كسرت الظلع اسم الله بيه مكتوب أو يتم تورد من الفراشي غار منطق الظلع أهل الكهف سمعوه منطق الظلع أهل الكهف سمعوه أو أنت شما سمعوه أنت اثنين صغار دموعكم إن شاء الله مسجلة قراءتي ستكون بالقصر لا تمام ففي حضرة الأسماء الموجودة إن شاء الله قراءتي ستكون قصرا ببركة الصلاة على محمد وآلي محمد تعودنا دائما عند قراءة القرآن الوضوع وشاعرنا لهذه الفقرة لا بد لي قبل ذكر اسمه أن أتوضى شعرا وأستقبل المنصة وأذن له بالحضور وذلك لسببين اليوم استشهاد جدته الزهراء ولتاريخه الشعري ولعطائه الشعري لا بد لي أن أستقبله استقبالا موفقا إن شاء الله من البغداد الحبيبة الشاعر الأستاذ السيد رفعة الصافي ببركة الصلاة على محمد وآلي محمد وآلي محمد وآلي محمد وآله محمد وآله محمد وآله محمد وآله محمد وآله محمد أستاذ الحضور جميعا وصانعت الانتصار عزيزة الرسول الزهراء روحي لها الفداء عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهادها ومظلوميتها قلت لها جدتي يا زهراء لماذا فتحت الباب وأنت تعلمين بنوايا من وقفوا خلف الباب قالت للمعزب ماير الضيف وبوي يعيش ذا خطار جاني من شيء للحطب خات شيء تلونيا لحد ما شقق الظهراء القواني يجد الدفع والبابع للمتون يا ما ناقل عليهم صواني ناكرين الجميل قالت للمعزب ماير الضيف وبوي يطير داخل طار جاني من شيء للحطب خات شيء تلونيا لحد ما شقق الظهراء القواني يا جد الدفع والبابع للمتون يا ما ناقل عليهم صواني أنا صح زهراء بس ما فتحت يوم إلا بوجه حادر عطرة قوله أنا صح زهراء بس ما فتحت يوم بس بوجه حادر عطرة قوله مو منا انتخي يفزع لبو حسين إذا أثاوب يقوم على طوله أنا صح زهراء بس ما فتحت يوم بس بوجه حادر عطرة قوله مو منا انتخي يفزع لبو حسين إذا أثاوب يقوم على طوله تتمنى خيال المزهريات وانا اتمنى على الراع الرجولة يجدس توحدون وحرقوا البيت هو بقى تتلوع شلون الظفيرة الباب تحزمت شم شجرة وياه القصب طالبه مبثار الحصيرة هو بقى البسمار يتلوع لأن شاف بس ضلوعه ما عدهن عشيرة بعدما قام أمير المؤمنين بدفن جنازة الزهراء فعليها السلام رجع إلى بيته محنيا مهضوما فتح الباب وإذا بسيدتي ومولاتي زينب جالس وراء الباب وبيدها ثوب أمها فاطمة فقال لها بنيتي زينب ماذا تصنعين بهذا الثوب فأجابته قائلة آياري احتم الماءك منها آياري احتم الماءك منها أشمن ثوبها واذكر حظنها آياري احتم الماءك منها أشمن ثوبها واذكر حظنها آياري دمسح دمعان بردنها وقلها البيت يامو البيت خنقة شفت بعاني من هيج حزنها سطرها ووصلت الصدرة لذنها شفت بعاني من هيج حزنها سطرها ووصلت الصدرة لذنها اختلط لون البواج بدم بينها بعد مثل الحنينة وين نلقى ترى الفاقد لأم يشبع مناحة ترى الفاقد لأم يشبع مناحة يضلياهول يجي يكسر جناحة يتيم يعيش عمره بلا يراحة وتصير متونة من اللطم زرقه يا يم أيام هجرانج ثقيلة تعال بداعة العشرة الطويلة عقب عينج بعد ياه اشتكيلة نوحا وتجفن مقدرة طبقه السيدة زينب سلام الله عليها كان لها موقف مشابه بعد استشهاد الإمام العباس سلام الله عليه يقول الإمام الحسين من راحة بعد استشهاد العباس من راحة لمصرع العباس ورجع ولا شعره سوده براسه رجع رجال شايب شبير قالت الحسين من الشريعة جيتك تحير عمت عين عليك هواي متغير يالي تسميني الحبيبه ليش رموشك مشايبه قال الهيازي أنا بهاي جيت من الامسناية يخصك بالسلام الكافي لهواية سمعته يقول راح اشتاق لتشامعان قتلش يوجعك بس ما حجبهاي المهم كل الفهمت منه بفاضل كان يا عظب ازنودة اول مرة حس يضم علي عباس منه تقربت لتغطى بالراية قلبته وما قبل ينقلب راس الحار هثار بعين اضام اسهام رم ماية قتلش يوجعك جاوب بنبرة طير جنت محظر الزينة بصباح الخير بس حطه محلامي على القم وماية فرشل عمامته وسوالي يمم كان ابو سيدة ردت بس شفت بس سردان بس سردان ايه فرشل عمامته وسوالي يمم كان ابو سيدة ردت بس شفت بس سردان بس سردان او الظاهرت هو بخير ما ردت يحس عنده نقص درعان بس حس بيهن منت واعدت فرشل عمامته وسوالي يمم كان ابو سيدة ردت بس شفت بس سردان بس سردان او الظاهرت هو بخير ما ردت يحس عنده نقص درعان بس حس بيهن منت وادعت وياه من شاف الشبق من طرف واحد كان وادعت ايه فرشل عمامته وسوالي يمم كان ابو سيدة ردت بس شفت بس سردان بس سردان او الظاهرت هو بخير ما ردت يحس عنده نقص درعان بس حس بيهن منت وادعت وياه من شاف الشبق من طرف واحد كان وادعت ايه و bich هوائية وركض حيل خر السبح على مراية هو شريط الذكريات وادعت ايه وادعته وب retiring هووا ياه وركض حيل خر السبح على مراية هو شريط الذكريات شما فتحت وموش يش تخلب بيها بالعين سلايا يا زينب هاي جيت من المسناية اقول كل احنا عدنا اخوات الله يحفظ اخواتكم فلوش يصير باخواتنا نعرفهن حتى لو يحترقن شين نوع العذاب اللي جرع السيدة زينب سلام الله عليها يقول من تلك الامرة ايه اخو ما يعرف اختي التفتت عليها قالت لها انا بت الربيع واخت فصل الصيف ذاك المنطوارية الزلم تحتر اعذرك ما مطقطق حرمل الجسام وبيوم العرس يرجع لكم واذر تيهد العرف يا محمد انا معان اللي تسمونها بالبيت خط احمر بثياب لها السمن الخيم دخان لتسولف لي بالمي خايفة فطر تدرج جاي اسمع بس خاف تموت جاي اسمع ضلوع احسين تتكسر احسنت 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 كلمات موفقة ودموع مسجلة ان شاء الله صلى على محمد وآلي محمد وصلى على محمد وآلي محمد وعشل وده وده وحسن مصيبة زينب مصيبة زهراء فقط الاسم يختلف هنيئا لكم دموعكم هذه ان شاء الله والآن المنصة تستعد لاستقبال شاعر فذ تعودنا على القائه الرجولي كيف لا وهو تربى على غيرة ابل فضل عباس وعطر الحسين جاء الينا من مدينة المليون زائر انه الشاعر المبدع مهند العطواني من كربلاء ببركة الصلاة على محمد وآلي محمد الحضور الكرام الجمهور الفاطمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عظم الله جورنا ويجوركم بالمصاب الجلل ألا وهو استشهاد الصديقة الزهراء اللهم وإلعن أعداء الزهراء ببركة الصلاة على محمد وآلي محمد الله صل على محمد وآلي محمد وعجل واجهو والعظ الزهراء أول ثائرة تقمع الزهراء أول ثائرة تقمع أن أول ثورة ما ينسم صابي بدأ أول قمع من اندفع بابي قل لولة رفاطم الخلف الباب القال لهم وإن هذا هو الارهابي أن أول ثورة أن أول ثورة بدأ ما ينسم صابي بابي بدأ أول قمع هذول ارهابي بسمار الظلح عن قلبي اصبع تشان وانا ملتهي ارتب هيب تثيابي بسمار الظلح عن قلبي اصبع تشان وانا ملتهي ارتب هيب تثيابي الدفع وبابي كلها تعرف ياهم ذول الدفع وبابي كلها تعرف ياهم ذول وصفع السكتة وما ذكره ومصابي أنا المنعفتي غاراً الحوريات أنا المنعفتي غاراً الحوريات عفت محسن وقع بس كان الضحجابي أنا المنعفتي غاراً الحوريات عفت محسن وقع بس كان الضحجابي ترى المايل عن الدفع وعلي الباب باتر ينحسب ويددفع بابي أنا المن عفتي أي غارا الحوريات عفت محسن وقع بس كهذا حجابي عفت محسن وقع بس كهذا حجابي ترى الما يلعن الدفع وعلي الباب باتر ينحسب ويدفع بابي أنا أول حقيقة ضام هالتاريخ أنا أول حقيقة ضام هالتاريخ أنا أول خبر لم تذكر اسبابي بس رقعد أبوي أعلن بياء الله بس رقعد أبوي أعلن بياء الله وقلهم فاطمة القبلة بمحرابي صل على محمد وآلي محمد الله مصدح على محمد وآلي محمد وعجب ورجو والحن على أرض أمن الخدمة لاتحرمينا يمو الحسن سجلينا أمن الخدمة لاتحرمينا يمو الحسن يمو الحسن يمو الحسن باتشر بالقبر لو يمج منكر على هاي الذنوب شلون شتع الذر بس مأمنانه وما أخاف الشر متأكد بقبر أمو الحسن تحضر وليخدمت حضرين يمو الحسن وليخدمت حضرين يمو الحسن أنا ساكي تظل أنا ساكي تظل وخايف وصابر أو سفرة موت وأنا الوحد مسافر الزهرة ترده منكر لوحة باتشر عوفوا الظنوبة شوفوا تشمع زحاظر الزهرة ترده منكر لوحة باتشر عوفوا الظنوبة شوفوا تشمع زحاظر خادمت لا تنسينا يمو الحسن حضر حيدر بقبري وحضره أهل البيت وحسرتاح قلبه بالأمن حسيت وقعد يمهم أقعد يمهم أقعد يمهم وأقرن أعد شم بيت أمنيت أحصل كوني لتمنيت يا فاطمة ذكرينة يمو الحسن وقرأ أقرأ وكلها البيت النبي سمعون أقرأ وكلها البيت النبي سمعون وهناك عزم لك السم يسمون أسمحهم قصيدة قل لي الميمون سمعوها وبقوا أهل السم يبتشون وكل خادم كل خادم قل لحاجت مولاي كنها الحواج قل لحاجت مولاي عليك الزهرة تقضيها واطلوع أم الحسن والباب أبدل تجيب طاريها أبدل تجيب طاريها والحاجة بجفك يطيها يل تحضر عز الزهرة ابجب كل صدق نية واطلب حاجتك منها وحق الزهرة مقضية اطلب اطلب حاجتك منها وحق الزهرة مقضية كل من ياخذ امرادة علقت نيتا وبواتية كل من ياخذ امرادة علقت نيتا وبواتية وكل شدك بالك محلولة اذا ضكك هضم له عز وافترت الدنيا وياك روح الحيدر شكي لو سولف يمك البلواك وانت بحضرته ربك يقلك اجه رزقك هاك وانت بحضرته ربك يقلك اجه رزقك هاك يم حيدر تخلص كل حاجة واخيرا شن يوم القيامة بعالم الطيف شن يوم القيامة بعالم الطيف وكل هاي الخلق ما اخذهم البين قسم تبتش وقسم معبوسة الوجوه وقسم مكتوب بكسصهم ملاعين شن يوم القيامة بعالم الطيف وكل هاي الخلق ما اخذهم البيان قسم تبشي وقسم معبوس الوجوه وقسم مكتوب بكسصهم ملاعين فجأة واجهة صوت التفتت الناس قبل بدء الحساب وكل شي بعديا منو عدى عزة موكب يجيهنا منو عدى عزة موكب يجيهنا طلعوا قل شفت الكثرة باقين قلت يا ابو يهنياء للخدم غاد اكثار مواكب بس عناوين اكو طلعوا ولكن حقه مقدار قلت ذال منو قالوا مرائين وردوا الصوت مرة الثانية النوب الكتبوا والقروا واللي معزين واللي قدموا لله القرابين خلي تفضلون وطلعت هناك ناس وجوههم مثل القرائم شفت حمزة الزغير كان موجود شفت عبود غفلة وشفت ياسين ومهد الأموي وكاظم المنظور حتى هناك همعتهم دواوين عبد الرضا هناك ويقرأ يقرأ يقرأ ايام ايام هاي الدينة ايام ايام هاي الدينة صاحوا لمن لمن صاح العبد الحسين صلى على محمد وآل محمد سنتم وهذه المجالس هي اكبر صفعة على من ظلم الزهراء ومحمد وآل محمد طبعا نشرت مهرجاننا في جماعة مشاركين فواحد جمع المشاركين مناكم من الوهابية الله ينعنهم كاتبين انتوا تربات مرة تربات زينة بقى انا باسم هاي الهيئة ارد عليها اسمكم انتم قول اي لا اسم هيئة الهيئة كل من يطاول عليه نقول نقول احنا نعزب بالنفس له يا منمر غرقان نعزب بالنفس له يا منمر غرقان او نعزب المقبرة له شحة بدفان زينة بصح مرة صح مرة لات انت رب رجال لذلك افتخر ترباتي يا منسوان زينة بصح مرة لات انت رب رجال زينة بصح مرة لازم ترب رجال لذلك افتخر ترباتي يا منسوان عمري ثلاث مجالس واخدم الزوار عمري ثلاث مجالس واخدم الزوار طول قتل قيم صرف الزرعاء حياة انت رب صحى الله الموكب الموكب ينصب ما أخش تكني القدس ما أكلبني كفيني نخلي بيها الموكب شلو نعيد بحضرة هنجوم المبدعين ان شاء الله انتم مشعراء ان شاء الله القادم أجمل وان شاء الله نستمع ببركة الصلاة على محمد وآلي محمد عادة ما نستمع لواقعة الطف صوت صورة ولكن شعرنا القادم عودنا على سماع قصص الطف المؤلمة شعرا وتمثيلا استطاع بإدائه المميز أن يصل إلى قلوب العشق الفاطمي أنا وإياكم والقادم من البصر الفيحاء الشاعر الحبيب الموفق علاء العساوي ببركة الصلاة على محمد وآلي محمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وحر آيات التعازي إلى مقام سيد ومولاي صاحب العصر والزمان أرواحنا وارواح العالمين لثارة مقدمه الفدا وجعلنا الله وإياكم من الآخذين بثار الزهراء ببركة الصلاة على محمد وآلي محمد الله وصل على محمد وآلي محمد وحكي ورجع وعلى هذه الصلاة لا تليق بحجم خدمتكم ونحن في ضيافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فكرامة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أسمعوني الصلاة تليق بمحمد وعلي محمد بأعلى الأصوات الله وصل على محمد وآلي محمد أعجب ورجع ورجع أعجب أعجب أما الثالثة الصلاة الثالثة أريد أن أذهب إلى مدينة البصرة وأكون مفتخراً بحجم الصلوات في ضيافة علي بن أبي طالب وتعجيلاً لفرج مولاي صاحب العصر والزمان بأعلى أعلى الأصوات الله وصل على محمد وآلي محمد وعجب ورجع وعجب وعجب كأني بأمير المؤمنين سلام الله عليه قبل خلق الخلق أهبى لخطبة مولاتي الزهراء سلام الله عليها فعندما رجع إلى عالم الدنيا طرق الباب فتحت الباب الوالد العزيز يا علي لما أراك مبتشراً والابتسام على محياك فقال أمبارك بتأسد يمه جبت شنة الله من خجلها خالق الحنة أمبارك بتأسد يمه جبت شنة الله من خجلها خالق الحنة أغلى من العرش بس من رحة خطاب قاله ونستحي ناخذ مهر منه قالوا ليش تحط حطيه تشف عباس سدع للخيم فنواحد الدنة أغلى من العرش بس من رحة خطاب قالوا ليش تحط حطيه تشف عباس سدع للخيم فنواحد الدنة ويقل للنبي لو أنت ما مخلوق الله يلومني لغيرك من الطيهة ما زوجها غيرك لو تنينة نوح تموت وما معرس الزهرة خليها أزوجها المنو أزوجها المنو للقطع رس قبليس ويرسم لخطط ويقل لسويها أزوجها المنو للقطع رس قبليس ويرسم لخطط ويقل لسويها للبقد ما رجف طيح حجار الغار أزوجها المنو للقطع رس قبليس ويرسم لخطط ويقل لسويها للبقد ما رجف طيح حجار الغار وجيوش الكفر عني يدليها اللي ينش الحمامة برجلة حتى الطير وبعض عد سوالف أستححتيها اللعنة على أعداء الزهرة جميعا إلى قيام يوم الدين أما البطاقة الثانية فهي لأصحاب العقول ولا أجد خيرا من هذا الجمع لطرحها الفقار يحقق مع البسمار بعد حرق الدار الفقار يحقق مع البسمار بعد حرق الدار سين السبب الذي جعلك أن تترك عليه يا أمير المؤمنين وتقف بجانب أعدائه جيم نفخا لا خليفة في أذني وفقدت طهارتي سين ما الجريمة التي ارتكبتها وما المهمة التي أوكلت إليك جيم جاسوس ادخلت بس طلعت شارد شفت بيها علي متربع وقاعد جاسوس ادخلت بس طلعت شارد شفت بيها علي متربع وقاعد بداخلها نبي بس خان قد خان شفت بيها محمد خان قد خان وقلب بيها تحيدر داخل شرايد والمحسن طلع طف العباية ومات ما يحتاج فتوه ويطلع يجاهد جاسوس ادخلت بس طلعت شارد شفت بيها علي متربع وقاعد وشفت بيها محمد خان قد خان قلب بيها تحيدر داخل شرايد والمحسن طلع طف العباية ومات ما محتاج فتوه ويطلع يجاهد صار أول مقاتل ريشة البسمار بمعركة الحرق همين حسب قائد وزوروحهم ما وزهم الشيطان طرف كسر الظلع ما كان متواجد دروا ما يقبل وزوروا ختم بليس عرفوا عن نبي الشيطان وزوروحهم ما وزهم الشيطان طرف كسر الظلع ما كان متواجد دروا ما يقبل وزوروا ختم بليس عرفوا عن نبي الشيطان محاقد وبما قالوا بما إنك قريب وتشنت وسط الدار قالوا شوف صيتاش كبرى دل فقار قوم اكسر ضلع وصير دل بسمار سعلون الوحي ينزل قلت بالغار قالوا هس ليش وقلت خادم صار قالوا للسبب حراء قلت حجار لكن فاطمة خد هشرف من الغار وين الشف دي سامع سمع بالسيف وين السيف ابو حده من الزنجار مو عركة زلم والخشب طب حاجوز حاجوز الخشب بين المطر والنار واسمع فاطمة فاطمة فضة دركين الصيحة وكان الصوت دمعة امتشفنة بعضرة فضة فضة استعجلوا لامي الذهب بالقاع من محبس علي البسمار ذب شذرة حرقوا بابهم حتى اليتامة تيه حرقوا بابهم حتى اليتامة تيه خاطر من تجيل التيه الفقرة وفشر فاطمة جابت ولد مكتول جابت ولد ميت فاطمة الزهرة شابع موتجة قبل الحياة وراح ما حاجة زجية تربو وتكبر اسباب الولادة الباب والبسمار واسباب الوفاة نفس السبب تقرأ راحوا ما ترك للذكرى اي كاروك بس خلى ظلع مكسور للذكرى والفقار اسباب ابشر فاطمة جابت ولد مكتول جابت ولد ميت فاطمة الزهرة شابع موتجة قبل الحياة وراح ما حاجة زجية تربو وتكبر اسباب الولادة الباب والبسمار واسباب الوفاة نفس السبب تقرأ راحوا ما ترك للذكرى اي كاروك بس خلى ظلع مكسور للذكرى والفقار دون كل حاجة البسمار والبسمار قالهم شي تذكرته من لما وحطب يكفي يكفي الجهنم عام اجي الشيطان يبرق بالهم ذمته ياه الواسكم قالوا له مو انته قالهم مو حرام مس حصتك السكته المن هالحطب قالوا له نحرق باب محمد ماد قالهم قاله والبته سبب عدكم قو نشك حامل ابعباس قبل لا ينولد نذبحك فيه الاخته اما الله على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وحجل صرجهم ونحن بعدهم اما الرسالة التي يجب ان تصل الى نفسي قبله الناس جميعا احببت ان اؤدب نفسي في نص شعري لكي لا اتطاول بالكتابة عن مولاتي زينب وارفع الصياطة عن كتفي القصيدة التي فيها السيدة زينب كأني السيدة زينب تمر على أدساد القتلى الرؤوس فوق الرماح تنحني على جسد يا بي عبد الله وتهمس في نحره كلمات بعض الواقفين يستهزون ماذا تصنع بنت علي تهمس وفي نحره مقطوع فأجابت شاورت الجسد ولع الرمح يسمع وتذكح شايته من الرمح ما تطلع نسى وراسك هو وما ينقطع بالسيف وبد ما عدنا شي ينقطع ما يرجع شاليدة ونسى اليمن نهر موجود صح شف فانقطع بس الله ما يقطع منهز الرايت يخضر جسد عباس منسلم على الرمح من عدة شف يطلع وقماط الرضيع لتفعل الدخان احترق وقفه على مهدى وما قبل يركع بحيث على الجمر لزقتش قد ضحكات وحوافر داست على ضلوع المناغات هو حسين عبرة أو عبرة للفهم وخذنا العبرة بس وتهت العبرة أحسنت على العساوي إلهي وفق كل من يسعى لهكذا مجالس اللهم اجعلنا من المعزين للزهراء ومن الباكين للزهراء يا الله الفقرة التالية ستكون لشاعر مبدع ذهبت قصائده إلى المنبر فقرأت بأجمل الأصوات العراقية شاعر هويته التواضع مبدع جاء إلينا لكي يكون خادما للزهراء ولكم نستمع إلى ابن النجف المبدع الشاعر الأستاذ واثق العساوي ببركة الصلاة على محمد وآل محمد خدام الزهراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن سمحوا لي ونيابة عن جميع أخوتي خدمة الإمام الحسين في محافظة النجف الأشرف نجف علي أرحب بكل من قدمه من خارج هذه المحافظة وهو ابن المحافظة بالولاية خدمة الحسين في هيئة خدام الإمام المهدي أهلا وسهلا بكم جميعا أحنا نتعلم الله يشهد نتعلم منكم شعراء أنا أساتفتي اللي والله أستحي أقرأ قدامهم وهذا الله يشهد يعني على كلامي هذه الأسماء اللي أجت من مكانات بعيدة أجرها هي والزهراء وتتعرفون بعد أجر الزهراء شنو لا يتسولف ولا ينحسب ولا ينعاد أصعب شي مربي خادم الحسين سواء شاعر أو سواء رادود أو سواء خطيب أن تتوجه لدعوة وتكون صحتة مو تمام دعوة للزهراء فحتى إذا العين يعتذر من من الهيئة أو من الموكب ما يقدر يعتذر من الزهراء فهي تدري الله يسلم دمع اللي تمر لا تمر قلها اليوم وعلى باب الجفل لا تدق وصيه أضمها بيوم عوز وشحها بالدمعات وعلى خدود الحزن بالسكتة أبشيه وجه الباب الرسول أردو صف الزهراء وعلى شفاف الشعر وبياتي أحجيه وخاف من الخشب ليقش مرى البسمار خاف أدفع الباب الباب يا ذيه وما أعرف في سنينة حاشة وصفك ليش وجبيني بحضرتك بالمستحة تند جنح جبريل شعر وانت نور الله وحقكش يحترق لو جاوزت حد وقالت من على الباب فصاحوا بلؤمن نحن مؤتمر السقيفة وقالت من على الباب فصاحوا بلؤمن نحن مؤتمر السقيفة وجئنا كي يبايعنا علي ونخصبها الخلافة للخليفة وجوه كالذئاب بلا حياء أياديهم مخالبها مخيفة وقوم ما رعوا للدين أمرا إذا كشفتهم كشفت جيفة فلاذت خلفها والباب تدري بأن الطهر ما كان الضعيفة فلاذت خلفها والباب تدري بأن الطهر ما كان الضعيفة بل إنها خدراً أرادت لتستر هالة الضوء الشريفة حجاب الموت باباً يدفعوها بحقد النحو وقفتها النحيفة أنيناً كان يسمعه فنادى أزد بالدفع كي نرد العفيفة هي الضلع الذي كسروه عمداً عليه العين كم تبكي أسيفة ويا ويلي لطفل أعدموه وطيراً للجنان على رفيفة هي الأكوان إن تهوي ستهوي ولا يبقى لذي سبب وظيفة حرقوا باب تشو بي من يحرقون باب الله منه اللي يشعلها نارة يدفعون بغضب رادة ويطيحوك حتى الكون يتغير مسارة على هيئة أفاع منه بقبب موت بول مشهد الفتح الستارة وعلي ما ينغصب بسمط تشلمات وعد وش مكبر وعود الغيارة أبوصية وعلي علي ما ينغصب بسمط تشلمات وعد وش مكبر وعود الغيارة أبوصية موحب المكتوف بحسين علي حاشة يتفل غصب دارة وهو البشدد بس سنخ بحسين قبل ليحام روح يحام جارة بس الله ليعلم بجرة وصار وش صبر علي بذيه تشلمة عارة وإلا ما يطور رمشة العين بيهم سيفة كانفة فذقرارة علي علي كان بوصية وشلمة مكتوف وورا بيبان دمعاتي توارة النبي وتراب قبرة بعد بيماي وزرع طيبة عليهم في خضارة بهاي الناس ما يغزر ملح ليش شبيه وجوههم تكتر حقارة علي تشتافنة بصعدة وغدروه نفس الوقفة وبباب المغارة رسمة ولوحة البيعة بلا لون وعليها بليس بس ثبت إطارة السمى طاحت السمى طاحت ولا هالمحسن يطيح أفراق الأبو اللمش بيه مرارة كل هذا وعلي صابر على الظيم على الحايض غضب يهتز فقارة وما صحت علي لو صحت والله شامح حد لقل الشرده شارة انت صرتي انت صرتي وانت محنية وألم بيج ورغم ضلعج طلع صوت انكسارة الربح مرات دمعة وآخ وجروح ومناصبهم تجيب طعم الخسارة الربح مرات دمعة وآخ وجروح ومناصبهم تجيب طعم الخسارة بيتك كان مأول كل الأيتام وفتحتي للفقر بيتك وزارة يسئلونك الحاجة وانت تطين سفيرة للسمى وإيدك سفارة منو مثلك ثلاثة أيام منصام يشيل فطورة يطي للفقارة ومنو مثلك خدمها ونزل جبريل من سابع سمى برهن الإشارة يا أم الحسن لا يا أم الجروح أحط يا لون دمعة لك العبارة أنا منرثيت أكثر ضلع الحروف وجه الباب القلب وشع الهنارة الشجرة اللي بتيتي يمها مفروض تصير بوجه كل ظالم إشارة بعدنا بأمل قبرج مرقد نشوف وتجي ليت المواكب بالزيارة حلمنا وداحت جقب والذهب كون على كبر السماء ونرفع منارة يجي المهدي يجي المهدي بديه بن الصحليت وينادب الضلع ويجيب ثارة وينادب الضلع ويجيب ثارة أليت واسمي تي حبك علوياي أليت واسمي تي حبك علوياي وكلامي يشمله ضدني وعلوياي إذا هم عمر عدهم علوياي وكلامي شمل للضدني وعلوياي إذا هم عمر عدهم لعنة الله عليه إذا هم عمر عدهم علوياي شجي بالقاع لنجوم الثري أخيرا من الزهراء إلى خدام الزهراء ينزعج أعداء الزهراء حينما يرون إعلان مكتوب عليه الشاعر الكبير أو الخطيب الكبير أو الرادود الكبير فأجبتهم كبير ومو باسمي لا بالحسين كبير مو باسمي لا بالحسين بخت عندي وأخذ نحسين بيده لو ما أخذ متى ما أسوأ أي شي حظ الطانس أتجنني بعبيده ترس عيني دمع من قاعل وطفوف لا عيني أخذها وحظ جديدة وبتشيت بكثر ما شايل بالذنوب بتشيل فاقدة من الظهر الوحيدة وسمعه يقل لي دورك بالخدم صار شاعر واني هذا الدور أريده فتح صدري واخذ ذلالي وياك كتب اسمع لقلبه وطق قصيدة الخدامة دوار ثاري وبيدي لحسين هو بعلمه جاي وزع لدوار أمير الدنيا مني قل لك تصير شحالات الكلمة قل لد دلل وصار فضل منك نصير وياك يحسين فضل منك نصير وياك يحسين احنا بلا خدمتك كل ش صغار وبس انت الوحيد لها الصفة تلوق وخدامك كبار وكل ش كبار الخادم فضل منك نصير وياك يحسين احنا بلا خدمتك كل ش صغار وبس انت الوحيد لها الصفة تلوق وخدامك كبار وكل ش كبار ومقياس القبول اخلاص نوياك على قد الصدق والحب واليثار الخادم اسمه خادم هالكبر ليش عليك يفك تهدش ما لك الصار عندنا سماء كانت بس منجون طاحت بالغرور بين الحجار اليكنس يمكن على مرتبة يصير من وجوه الهالشهر معيار اليطبخ ما تصير الكاميرا علي وجه بكل وقت متشو بالنار كامير تل حسين الصور ويشوف وتندار على وجه وين يندار لنفرح بالصور نفرح بالحسين اذا خلينا لق طوياه تذكار اثر لتخلي لك وتمتحك الناس اذا ما تارك ويا الزهر اثار اذا ما تارك ويا الزهر اثار احسن الله عليك خداما اللوحة الاخيرة من موقف مر به اغلبنا من بين الحرمين في كربلاء طفلة ضاعت بليلة الجمعة بثقر ضيط الزيارة وما لقوها اشترت صورة للحسين خافت على الصورة توقع حضنة الصورة ونسى تلزم ابوه ودوروها وجلليل بكل وحش تومالقوها وايست امها وتنخت بالكفيل يا ابو فاضل مونخيتك اعليك دم عم البنين وطلع تشف مقطوع من فوق الضريح وقشر لها انا زوار اللي يجون مأمنين بتتش هناك مشت هي ورقية وبتش يمرس الحسين وبتش يمرس الحسين والسلام علي احسن طيب الله انفاسك سنت هنيئا لكم صلى على محمد وآلي محمد اعداءهم قالوا لي لا تقرأ هذه القصيدة فقلت سوف اقرأها قصة واقعية اذكر الدولة بالخليج اذكرها بالبحرين اعداء الزهراء عدما يرون التشابيه للزهراء قامت خيام للطف فاعداء الحسين الوهابية سيدنا ترجمة حسب استطعت لقدر له يجون حرقوا الخيم بالليل عافوا الثاني يوم تمثيل فحرقوا الخيمة وكتب نحن حرقنا الخيام شبيه العباس موجود ظهر لهم ثاني يوم الصبح قالهم ترى الكاتب حرقنا من الشرف خالي يظل جوانا دوم واحنا بالعالي انا الكافل وجيت بهيئة العباس اهد مبيوتكم مو بيدي بخيالي انا الراضع وفمن جربة العباس ابن تيمية ماهي استار في ذيالي الخامة تحترق ديتها يفصل كون قبر عثمان كوني حرق وقبالي على الراضع وفمن جربة العباس ابن تيمية ماهي استار في ذيالي الخامة تحترق ديتها يفصل كون قبر عثمان طبر عمر كوني حرق وقبالي ابن العلج مالصلت بلا يوضو ابن المل بعيد اختاط هيلالي يا ابن العلج ثث صار ركصت بأحثار يم الكعب هزت وبد بات بالي لك لن صبح الخيام بصوا دق والتمثيل واجيب الماي بيدي او تنسق عيالي وذا عدكم الفتوى تقول خيحر تقول لس حق هاللحاية بطرف العالي صلى الله إليكم عذرا ولكن هذه الصورة الشعرية أحسنتم علوياي ببركة الصلاة على محمد وعالي محمد الله صل على محمد وعالي محمد وعلي وردهم وعلي وعلي وردنا تون ما يلي حسب توقيت العزاء الفاطمي سنعرض على حضراتكم لوحات شعرية مأخوذة من المتحف العشق الفاطمي فعلى جميع ربط الذائق الشعرية بالمنصة الحيدرية لأن القادم من ابن مدينة يحسين ضمايرنا مدينة الرماثة الغراء الشعر المبدع الحبيب المتواضع طيب محمد العاجبي ببركة الصلاة على محمد وعالي محمد الله صل على محمد وعالي محمد وعجي ورده ورده علىه اللهم صل على محمد وعالي محمد اللهم عجي وليك الفرج يا الله السلام عليكم الجمع المبارك ورحمة الله وبركاته عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الأيام الفاطمية واجعلها الله في ميزان حسناتكم وبركاتكم شكراً لأصحاب شكراً لأصحاب شكراً لأصحاب الدعوة شكراً لأخوتي الشعراء الذين لم يكن لي نصيب في التوفيق معهم لأنهم كبار وأساتذة أستاذ فراس خبرني قال لأخويا على طريقة العام وعلى طريقتك مال العام وأريد شيء جديد قلت لأنا بخدمتك وهو يقصد طريقة اللي قرأتها وأنا خادم وأشرف خدام الزهراء علياب الحسن على هذا الهدوء الزهراء أتقل له والحسن علي أتقل له علياب الحسن شيعني بس باللي ورش قبر المدينة خل تخضر علياب الحسن شيعني بس باللي ورش قبر المدينة خل تخضر علياب الحسن شيعني بس باللي علي يااب الحسن شيعني بس باللي ورش قبر المدينة خل تخضر هيل وسد قبري سد القبر سد القبر خل أصعد أقل أسهيل أنا أطلع بمشان الليلة علي تفني علي تفني وريد الدفن ما لأعزاز علي تفني وريد الدفن ما لأعزاز وعمر ما ريد يمش وينعش جناز علي تفني وريد الدفن ما لأعزاز وعمر ما ريد يمش وينعش جناز جناز علي مو تدري بي قلبه بيض من الباز خافني تعذر وارضع لي علي مو تدري بي قلبه بيض من الباز خافني تعذر وارضع لي قال الدار حرقوها وبدأ يدبش قتلانا الزكية وقال لنعرفش قتل ابتعد بسمارك وبقل بيدش قال دريبة بس خلي ينكسر ظلعش قال دريبة بس خلي ينكسر ظلعش بظلوعش راحة في جعطاها أو بعد صح حسيا شيعة كون موجودين ردتكم تجكفون الصوت عن العين من عصر والزهر وطاح خلح حسيا ومن تصيح حيهم يم أخوكم وين المحسن طايح تتشول دفعوا بابها اندفع باب الله وتبدأ تخلاق الناس أو صرخ جبريل اهدأ يا علي النبراص خلي الثار لطف يا أخذل عباس خلي الثار لطف يا أخذل يا أخذل أطقهم الحسن ما يسوى وزيرة راس خاف الطي ويكبر صيت الدفع بابهم حسن لا بارك الله بيه أولا هناب نوم تقبر ويعاب عمر الله هو أكبر يا ذنبجاني هدية على واحد ربكم ربي وامدل الرب يسمون اندفع بابهم اندفع بابهم حسن لا بارك الله بيه أولا هناب نوم تقبر ويعاب يعاب الله هو أكبر يا ذنبجاني هدية على واحد ربك أم ربي وامدل الرب يسمون سطروها على خدها لحد ما بعديا قامت هتش تقعد يم بالحسن سطروها سطروها على خدها لحد ما بعديا عذرا من أخوة الشعراء الدمعة تريد قامت هتش تقعد يم بالحسنيا عصروها بوقت محتار بين اثنيا المحسن يمضلح وبحضنها حسيا المحسن يمضلح وبحضنها حسيا وطاح وواحد فوق الثاني الحسن قال أنا شاهد على الحدث من صار قالوا لزي شي ووأن قالوا غار حرقوا دار ومنا وإحنا شننا صغار وبعد يقول من ذاك الوقت زي أنا بشوت هالنار وشتموها وهي أصغير الحسن قال أنا شاهد على الحدث من صار قالوا لزي شي ووأن قالوا غار حرقوا دار ومنا وإحنا شننا صغار من ذاك الوقت زي أنا بزي أنا ب يا زين ب زي أنا بشوت هالنار وشتموها وهي صغير وشتموها 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 وهي صغير وشتموها أو يصيح عمر لعنة الله عليه ومن معيته أحرق الدار وبحسين على ما تشتوفه ببصية مثل ما قال أخوتي والروايات بحسين بحسين على من خلف علماً هذا عن علماً لأمو الحسين لأمو اللجاً بتكمو لأمو لطيوب أن عنكر العصوات لصوت أن عنكر العصوات الله الله يقول نهيقك لا يخرب كشخة الباب أن يخرب لأمو صوت الأغراب أن أبيه هاي لو أن علماً لأمو الحسين لو أن لجاب تكمو لأمو لطياب أن 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 كر الأصوات الله يقول نهيقك لا يخرب كشخة الباب أن أبيه تب لأمو لا ين زون ما يخرب لأمو صوت الغراب ومثل ما قال أخوي مهند الزهراء تحضر برواياتنا الزهراء إن شاء الله تحضر بقبرنا وكأني بأحد خدام الزهراء قلتها وأقولها بهذا المكان وفي كل مكان الزهراء تحضر لخدام الحسين الخدام هبل قبر بأول يوم يا مولاتي يا زهراء النظرة الزهراء تأتي إلى أحد قبور خدام الحسين كأني بيها وكأني بي منكر ونكير يجي يسأل الخادم عما فعل بحياته تدر الزهراء توقف ستش تقول ابتشر يا خادم الزهراء تقل بيري حتخدمت وتوصل للقبرة ربك ما يحاسب ضيف على الزهراء بيري حتخدمت وتوصل للقبرة ربك ما يحاسب ضيف على الزهراء دخل عندي وقلت لو خدمتك الحسين ما خلي القبرة تغثك بنظرة بحياته قد صرخ سجليني يا زهراء بحياته قد صرخ سجليني يا سجليني يا يا زهراء الزهراء تقول وانا ايد تسجل ويد على الصدر وانا ايد تسجل ويد على الصدر منكر لترس ببذن بيزعل عليك حسين بسجل لك تبل ناجح وحنا لنعبر ومو عشرة من عشرة حطلة وتراضي حطلة بقفة دفتر حضرة من حضرة الله الطان مفتاح السماء ويقول الكن فيكون انا قايل هالزهرة هاش تقول منكر جاي يم تزور اللي بيريحة علي ينزار من برة بشنو قضى العمور بشنو قضى العمور قضى بتشع لحسين تشوف عيون لسه من اللطم حمرة او لا تسأل بصدر اش ضام واش ما ضام شك تشفن تلقى الموكب بصدر لا تسأل بصدر اش ضام واش ما ضام هنا بعد ارتجل خادم الحسين او خادم الزهرة شاف اكموني اسنب هرا قال الشعائر مذهبي وتوفيقي بين الناس الشعائر دنيته وآخرته وإحساسي الشعائر ثروته وثورته شك ودمحار شك ومقطوع ورقبة وجرح عباسي الشعائر خلي هنا مكان هنفدوا اروح لك هاي التوزيع فدوا اروح لك اخوان تاز راسي المعازيب خلي هنا مكان هنا انا خادم لأترابك الشعائر مذهبي وتوفيقي بين الناس الشعائر دنيته وآخرته وإحساسي الشعائر ثروته وثورة شك ودمحار شك ومقطوع رقبة وجرح عباسي الشعائر شيل تم وشك براس اخلاق لاب الراحت والحظ براسي ظلام وقمنا نتمشرق بحب وحسين الضوة سمو ضوة شي يمر بن فاسي شكرا شكر لله ومن ثم الصديق حسين الوفق للخدم تول عزا احضر شكرا يا صديق ودمعتي ومعناي انا حشا ينزل بس حضرتك دفتر انتو الحبيب تدلل اليهواك شما مدلك تشفوه فتقل لهاك اكثر انتو الصديق انت الصديق احساس يقوم صاحبك يحزام من يعثر القاعل ما تكزبر من يمر طرواك ربك ما رزقها بظوقة العنبر الماصب عيون عليك مور الجال الزلم لو دمعتك لو يظل بتر الشكر لله ومن ثم الحبيب شكرا يا صديق ودمعته ومعناي انا حشايا للقلوب الواله هاي القلوب العاشقة تعرف انا حشايا نزل بس حضرتك دفتر انتو الحبيب الدلل اللي هوك اش ما مدلك تشفوه فتقل لهاك اكثر انتو الصديق انت الصديق اخلاق يا قومت صاحبك يحزام من يعثر القاعد اشفوه 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 عاشور اشفوه اتبلل المظلومة بيرغك من وجهك من نجوت لا تعرق قالوا قطع بيت شو قلت متوهمين ترى العباس ما يقطع صلاة عباس احتشيل اردست لذب فعالك شسويت ترى الموقف حلاته بذكرياته النهر فايض شنم تبدي فوق الماي شربته شرب منك يا اغات الابراسك جرح لو طابر على الحسين لا طمع الجروف قالوا بلهاته انبد الماي ومخل على راس الطين الشط همدق اعلان بوفاته صدق دق يتبوق ونازل اسرافيل يذوق النفخ بمشتهاته وذا نايم جروحك لابسه تعقال عشيره وكل الجرح ناكث عباته لوين عباس لوين تريد توصل بالشمو وقلبيك من الفوق وتريد بعلاته ما يتوز لم تقلق عليها الروس الله يساعد تجيش بحياته يقلك يوم صح وجاكم العباس بنم اللبس بوشية بناته بفاضل بفاضل اول مرة شوف الجرح يبز الماي بعد تتقرب لأول مرة شوف الجرح يبز الماي عفي المستح من مخدراته أو شنو عرقان اي بس تدري العباس القمر من يعرق يصير شح حلات وذا رح تبس بيهم مطمئن خلي كنختك يا قصرهم يا حماته انا زي انا ببصفك يوم هم العباس لخلي زيد جو الشايلاته لطبع لي شرف وعيونك الحلواته خلي يكره حجاب مهاته والسلام عليكم ورحمة الله أحسنت تعب محمد العاجيبي يروح بالصلاة على محمد وآلي محمد للتنويه سيصيب المنص زلزال شعري بقوة سياب بدرجة الشعر العراقية شاعر كبير تاريخه صخاد متنويه سيصيب المنص زلزال شعري بقوة السياب وبدرجة الشعر العراقية شاعر كبير تاريخه ويدرس وحاضره لا ينظب جاء إلينا من مدينة البصرة الفيحاء أنه شاعر الكبير الحبيب الأستاذ نهال مضفر بالصلاة على محمد ولمحمد الأخوة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملعون يا حائش ملعون يا عائش وبلع نتج قري يا رب والماقرة غصبا علي قري انت بكتابك قلت في بيتك قري لا ياتا ما باوعت لا ركزت على الجمل داست كلامي الوحي وتشولخت على الجمل ولعند نسمة أمل تهزم علي على الجمل بس أنا منهم ردت واحد يجاوب علي هي تحب النبي تطلع تحارب علي لا والله بغض النبي خلاها طلعت علي ما أمهط الحمت بعد النبي ظل أم لم يتي لؤم الأرض بعد جوالا ظل أم ما أمهط الحمت بعد النبي ظل أم لم يتي لؤم الأرض بعد جوالا ظل أم قال الله للآمنة وخليت جوم ظل أم ما أصرت لم يتي لم يتي لؤم البشر بعد جوالا ظل أم قال الله للآمنة وخليت جوم ظل أم ما أصرت أم للذلم لا صرت بس مرضوعة وعفاتش حيدر لأن طاهر لبن مرضوعة لا تضع موضع هالحلو لا تضع موضع حلو إلها العسل مرضوعة لن هي حتى العسل سوت تمر عن نبي لا تضع موضع حلو إلها العسل مرضوعة لن هي حتى العسل سوت تمر عن نبي عنها البخاري شروة وشكت سخوف على النبي حتى الحديث استحى من سولفة عن نبي حتى الحديث استحى من سولفة عن نبي بس هي ما تستحي ساس الخجل بيهدم عدها الرواية فيلم شرط النقل بيهدم واخبارها مصلخة هل بتخبر بيهدم هاي المسائل هاي المسائل نجس أفب نقلهن مارا ماكو صحابة زلم هاي المسائل نجس أفب نقلهن مارا ماكو صحابة زلم عنهن تجاوب مارا من من نساع النبي نقلت مثلهن مارا بس هي مرت النبي واش تنسعل بيه فتات من 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 نساع النبي نقلت مثلهن مارا بس هي مرت النبي واش تنسعل بيه فتات أقرب نقل عائشة موقع دعر بيه فتت الله يعيني النبي قلبش كثر بيه فتت قدسية المصطفى تمحوها كلها وشكت آذت واستهزعت يامة بن بوتة وشكت ماتت قهر فاطمة يام الله تبشو شكت بس الله قل للعلي صبرها وانصرها أوسولف لبعد النبي ماتح يساعها يكسر ضلعها هنا محسنها يسقط هنا يصطرها سافل هنا لا يبقي قرطن بذن يعصرها عصرة قتل محسنها يشعر بذن صرختها تطلع صرختها تطلع نفس لا يدر حيدر بذن تشتم أمام الملأ من عدها تسلب فدك تسكن صريفة حزن منزلها عامر فدك تلزم ضلعها وتوين يا بوي كلهن فدك بس بي عبر بقد أذكرها ودمع وعن قالوا لبي فاطمة أحرقها قالهم وعن يا ربي أدع الله أدع الله يا رب إن تاخذ لثار وعن تكسر ضلع عائشة أدع الله يا رب إن تاخذ لثار وعن تكسر ضلع عائشة لأن هي ساس البلع عفة وحياة وستر رباها بوها بلع ساعت له بويش كثر قتلت تأقسم بلع هي وأبوها وعمر والنعفلة سمتة وكلهم اتأمرتوا بإيدها سمتة أم المصائب أنا بس سفر حقسم متة يوم التلمهم حطب يا ربي كلهم وجي وتقل لي إيدك إليك ذولي بجهنم وجي أرجلهم الخاطرش سويت منهم وجي أوتوجت بحليك ملك يا فاطمة قري حتى نختم حتى نختم الثواب ما قرأناه والدموع النزلت واليوم كلكم كنتوا بالعزاء هو الفضل لله ولكن نشكر احنا شعراء اللي وفدوا علينا مناطق بعيدة وأيضا الشاعر باسم هيئة خدام المهدي نشكر الشعراء ابتداء من قارئ القرآن الحاج مصطفى الصراف وشاعر الحبيب منتظر حبيب وشاعر على العساوي وشاعر الحبيب محمد العاجيبي وشاعر مهند العطواني وشاعر الحبيب واثق العساوي وشاعر الحبيب وصديق رفعة أصافي وأيضا الأمبراطور نائل المظفر شكر لكم الحضور للانتظار وساعة صدركم شكر إلى هيئة خدام المهدي وهنيئا لكم مأجورين سيدنا وهذا المبادرة الحلوة اللي صارت بصمهنا بالنجف هنيئا لكم الله هنيئا لكم كما بدأنا بالصلاة نختم بالصلاة تليق تليق بهذا المهرجان بأعلى أصواتكم شكرا لكم محرم 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 ترجمة نانسي قنقر